يعني معنا بقى واحد من نجوم الاهل التاريخيين كابتن عبد المنعم شطة اعتقد يعني انت من اقصر الناس سعادة احنا كلها محظوظين نحن موجودين دلوقتي احنا كمان اقصر سعادة يعني دايما بتحب الجنوب وكنت دايما محتاج الاهل في الصعيد اعتقد الحلم اتحق والله ده حلم الحقيقة حلم الواحد ما كانت بيحلم به يعني حلم كنا بنحلم به انه هيكون في يوم الايام لنا ماكن اخرى غير النادي الاهل في الجزيرة والان احنا وصلنا لحد الصعيد وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله سيكون طبعا الفكرة هذه الفكرة الرائدة نستطيع من خلالها ان نتواجد في جميع انحاء مصر ان شاء الله في الصعيد بالذات لان هذا الصعيد الحقيقة من الاماكن المهمة جدا انه النادي الاهل يتواجد فيها بشكل كبير وده هي مشروع كبير جدا انا بحيي عليه مجلس الادارة وحيي علي كل من سهم في ذلك الفكرة في ذلك الفكرة الحقيقة وان شاء الله من خلال ان شاء الله نشوف اذا كان فيها فكار اخر نتراح على بعض هنا موجودين كلنا نجوم كبار موجودين هنا وعضاء مجلس الإدارة وكل الأخوة الموجودين كلهم أهلوية طبعا قادرين على أنهم يستثمروا هذا المكان كويس بحيث أن النادي الأهلي يبقى طول عمره والنادي الرائد والنادي القادر على أنه ينتشر في المجتمع ويساهم بقدر كبير في النشاط الرياضي عموما والأنشاطة الثقافية والأنشاطة العلمية وكل الحاجات اللي هي ممكن أن النادي الأهلي ينشرها في الصعيدة وفي كل أنحاء مصر إن شاء الله نستطيع من خلال هذا النادي أننا نفتح مجال كبير جدا لأفكار أخرى في أماكن أخرى إن شاء الله كابتن شاطة مكهارك جبت مصر شمالا وجنوبا من أقصاه إلى أقصاه وأكتر واحد احتك بالجماهير المصرية بشكل عام وعارف مكانة النادي الأهلي وغلوته عندهم يعني شعور النازي النهاردة بافتتاح النادي الأهلي هنا في القصة والله الناس كلما منبهر الحقيقة وما كناش متوقعين أن هذا المكان والصرح الكبير ده متواجد بهذا الشكل الجميل الحقيقة ما توقعناش أنه يكون في هذا الإبهار الحقيقة إبهار كبير جدا ملعب على أعلى مستوى من نادي اجتماعي حتى كمان في بنية تحتية على أعلى مستوى وحقيقة كم يسمى النادي الأهلي في الأسرة أو النادي الأهلي في الأسرة ده مسمى جيد جدا عشان من خلال هذا النادي إن شاء الله نستطيع برضو أننا نحاول نحقق كمان من خلال هذا التواجد أننا نرفع شأن الكرة المصرية عمومة من خلال هذا النادي وإن شاء الله من خلال وجودنا برضو في قطاع ناشئين والأكاديميات المختلفة نقدر نستثمر هذا المكان ونحاول برضو نستقطب لبياء الصعيد الحقيقة في هذا المكان إن شاء الله شكرا لكم على كتابه إن شاء الله